اهلا بكم من جديد بحضور وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني استضافت شركة سي فايف المتخصصة بالتكنولوجيا الابتكارية الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين الشيخ خليفة بن ابراهيم الخليفة في فعالية جلسات سي فايف مع صناع القرار الخامسة بالتعاون مع تمكين البحرين وتناول الشيخ خليفة بن ابراهيم الخليفة خلال الجلسة دور البورصة في تمكين الشركات ذات النمو السريع وتقديم التشريعات المتعلقة بإدراج مثل هذه الشركات في بورصة البحرين وكيفية مساهمة ذلك في تعزيز المشهد الريادي والإسهام في النمو الاقتصادي أكد الجهاز الوطني للإيرادات استمرار البرنامج المكثف لورش العمل والفعاليات التعريفية الخاصة بالقيمة المضافة والذي بدأ تنظيمه بداية ديسمبر الماضي قبل بدء سريان القيمة المضافة الفعلي مع بداية العام الجاري وقد قام الجهاز الوطني للإيرادات بعقد ورشة عمل للدفعة الثالثة من المعنيين في قطاع بيع التجزئة والجملة بهدف تعريفهم بالمفاهيم الأساسية المتعلقة بالقيمة المضافة والسياسات الخاصة بهذا القطاع وضمان تطبيقها بصورة صحيحة كما تناولت الورشة آليات تطبيق القيمة المضافة والجوانب الفنية والتنظيمية المتصلة بها عقدت مجموعة توبة تلك الاجتماع السنوي لجمعيتها العمومية العادية لسنة المنتهية في الحادي والثلاثين من ديسمبر الفين وثمانية عشر وقد شهد الاجتماع موافقة المساهمين على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام بقيمة خمسة وأربعين فاصل سبعة ملايين دينار المزيد من التفاصيل المشاهدين في سياق تقرير الزميلة سهير العصفور في اجتماعها السنوي استعرضت الهيئة العمومية لمجموعة باتلكو مجموعة الاتصالات الدولية المعروفة والتي تعمل في أربع عشرة دولة عوائدها والتي حققت نسبة نمو بلغت سبعة في المئة وبلغة الأرقام تحدث رئيس مجلس إدارة باتلكو والذي أكد بأن المجموعة تلتزم بتحقيق عوائد أفضل كل عام طبعاً نحن اليوم سعيدين نعلن نتائج شركة باتلكو النتائج كانت قياسية فاقت الأربعمائة مليون دينار لعلى في تاريخ شركة باتلكو طبعاً النتائج كانت بدعم شركة باتلكو البحرين الأردن المالديز فإحنا اليوم سعيدين نلاقي مساهمين نعلن هاي النتائج نحن نشوف تقنيات الجديدة تقنية الفايف جي نحن في طور مرحلة نهائية إن شاء الله بإعلان كبير عن الفايف جي وإن شاء الله بيكون هذه خدمة الشركة وطبعاً تقنية الفايف جي بتكون بحرين من أول الدول اللي بتطبق تكنوليا جديدة في حين أكد الرئيس التنفيذ لمجموعة باتلكو بأن سياسة تطوير الاستراتيجيات والاستثمارات الرئيسة أحدثت فارقاً في عام 2018 والذي كان مليئاً بالتحولات لصالح المجموعة اجتماع اليوم كان اجتماع ممتاز ورائع لأنه تكللت نجاحات الاستراتيجية اللي نوضعت لاباتلكو خلال السنوات السنتين اللي مضوا أثمرت على أرقام وأرباح وارتفاع بالإرادات التشغيلية وارتفاع بالإرادات الإجمالية وبيصافي الأرباح بشكل كتير ملحوظ وهذا اللي خل المساهمين يأخذوا بتوصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح أعلى من السنة اللي طافت وهذا دليل على قطف ثمار الجهود اللي انحططت فإحنا سعيدين جداً بهذا الاجتماع اليوم اللي بيّن نتائج الأعمال اللي انحططت من مجلس الإدارة ومن الإدارة التنفيذية لسنة 2018 مجموعة باتلكو اليوم تملك منصة قوية تمكنها من الاستمرار في تحقيق النجاح وخوض غمار منافسة وتحقيق طفرة غير مسبوقة في قطاع يعتبر اليوم هو الأسرع على الإطلاق وهو قطاع الاتصالات سهير عصهور لمركز الأخبار تلفزيون البحرين مع بدء العد التنازلي لانطلاق سباق الفورميلا واحد بدأت تذاكر دخول السباق بالنفاذ حيث امتلأت بعض المنصات بالكامل منذ وقت سابق فيما سجلت منصات البيع خلال الأيام الماضية إقبالا منقطع النظير من قبل محبي هذا السباق المزيد من التفاصيل مشاهدين في سياق تقرير الزميلة خول الجرينيس شغف كبير وحركة بيع لا تتوقف في كافة قنوات ومنصات بيع التذاكر مع اقتراب موعد جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج الفورميلا ون والتي ستنضلغ غدا وسط حماس كبير من قبل محبي هذه الرياضة إقبال على التذاكر أكثر من رائع هالسنة بدأنا البيع من وقت أكثر من أي سنة بدأنا في نوفمبر وكان من أهم المميزات أننا أعلننا عن الحفلات من وقت فهذا يشجع الناس أن هم يشترون من البداية البيع هالسنة طبعا أحسن من العوام الثلاثة السابقة على الأقل شهدنا من شهر مقرات الضيافة للشركات تم بيعها بالكامل المنصة الرئيسية تم بيعها بالكامل منصة الجامعة تم بيعها بعض الأماكن القليلة المتبقية في المنصات الأخرى في هذا الموسم ارتفعت نسبة المبيعات مقارنة بالفترة نفسها في العام الماضي وسط أقبال متزايد من الجماهير القادمة إلى البحرين من مختلف أنحاء العالم وخصوصا من المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية نشهد كل سنة زيادة في الحضور الجماهيري من أوروبا ومن إخواننا في المملكة العربية السعودية طبعا والخليج بس الأخص في المملكة العربية السعودية فهذه لا يمكن من المملكة المتحدة ومن المملكة العربية السعودية يسمون أكبر نسبة سواء من أوروبا أو من الخليج فعاليات متنوعة أعلنا عنها في وقت سابق حركت مشاعر محبي هذه الرياضة وجعلت البحرين خيارهم المفضل لمشاهدة السباق على أرضها أكثر شيء ممكن كتير يجزبني للعائلة النشاطات اللي بتنعمل برة أنا أكيد كتير أكثر متشوئ فوت على السباق الداخل طبعا هيدا حدث عالمي وإجل عنا الهان على الوحرين وهيدا شيء كتير منفتخر فيه إحنا حارسين جدا أن نكونوا محاضرين للسباق وإن شاء الله متأكدين أن التنظيم وكل الفعاليات اللي راح تكون من ضمن السباق بتكون دائما في المرتبة أولى وتكون مميزة دائما أخذ تذاكر حق بناتي وأفاجئهم ويستنسون وأشوف الناس كلهم يون من جميع الدول يعني هذا حدث عالمي والكل يحضر في البحرين ويشاركون وإحنا بعدها البحرينيين لازم نشارك معاهم ونستانسوا إياهم أجيب البحران عشان نشوف فريق الفراري يفوز متعة وإثارة على مدار الأربعة أيام تسابق الجمهور والآن نترككم مع أسعار صرف الدنار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية موسيقى موسيقى نوصل النشرة الاقتصادية مشاهدينا مع فقرة إغلاقات البورصة لنهاية التعاقدات هذا اليوم ونبدأ مع برصة البحرين حيث أغلق مؤشر البحرين العام على تقدم اليوم بنسبة 0.37% بإقفال عند مستوى 1413 نقطة وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع البنوك التجارية وقطاع الاستثمار وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 8.956.000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت مليونين و131.000 دينار تم تنفيذها من خلال 59 صفقة وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية أما بالنسبة إلى أغلاقات باقي البورصات الخليجية فنبدأ مع السوق المالية السعودية التي أغلقت عند مستوى 8.766 نقطة بارتفاع بلغت نسبته 1.1% لتكون الرابحة الأكبر بالنسبة لتداولات هذا اليوم وبالنسبة لسوق أبوظبي للأوراق المالية فقد أغلق عند مستوى 5109 نقطة كما هو موضح على الشاشة من خفاض بلغت نسبته 0.34% وبالنسبة لسوق البيل المالي فقد أغلق عند مستوى 2614 نقطة من خفاض طفيف بلغت نسبته 0.38% وقعت شركة أرامكو السعودية اتفاق استئجار أرض مع شركة مكديرموت العربية لإنشاء منطقة للهندسة والمشتريات والبناء والتشييد في مجمع الملك سلمان العالمي للصناعات والخدمات البحرية بمنطقة رأس الخير في المملكة وقال النائب الأعلى للرئيس للخدمات الفنية في أرامكو أحمد السعدي إن منطقة التصنيع ستصبح مركزا رئيسيا للهندسة والمشتريات والبناء والتشييد في المملكة ومنطقة مجلس التعاون الخليجي أيضا والآن نترككم مع أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية موسيقى حث رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك أعضاء البرلمان الأوروبي على عدم خيانة البريطانيين الراغبين بالبقاء في الاتحاد الأوروبي برفض مشاركة المملكة المتحدة في الانتخابات الأوروبية في أواخر مايو إذ تأجل بريكست عدة أسابيع وقال توسك في كلمة أمام البرلمان الأوروبي المنعقد في جلسة عامة أنه يجب أن يتوقعون التأجيل لفترة طويلة إذا رغبت المملكة المتحدة في إعادة التفكير في استراتيجيتها بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي وهو ما يعني بالطبع مشاركة المملكة المتحدة في الانتخابات ترجمة نانسي قنقر